السلام عليكم محباً معكم عزيزي التلاميين عزيزي التلميذات في درس جديد من دروس الرياضيات نحن في الدرس رقم 23 بعنوان حساب مساحة المربع والمستطيل كالكول دولار دو كاغي و دو غيكتانجل الصفحة رقم 28 نمر مباشرة إلى ترجمة عنوان هذا الدرس لار المساحة نقول أيضاً نصيخ فاس بالنسبة للمساحة كاغي مربع غيكتانجل مستطيل كالكول حساب نمر مباشرة إلى نشاط رقم 1 الصفحة رقم 28 هذا الرسم لبقاءة أرضية مكونة من مستطيلين بوسي و مربع إذن السؤال أليف أحيط المساحة الأقرب إلى مساحة مربع إذن هنا لدينا قطعة أرضية وهنا لدينا المربع نريد أن نحسو مساحة مربع إذن تعرفون قاعد الحساب المربع هي لسيخفاس جيكغي تيغالا لكوتي فالكوتي مساحة مربع تساوي الضل المدربة في الضل هنا لدينا طول الضل هذا المربع تساوي أربعون متر إذن المساحة تساوي تساوي أربعون ضرب تساوي أربعون تعطينا ألفان أربعمائة وواحد متر مربع لدينا المساحة هنا بالمتر مربع لأن طول أضلاع هذا المربع بالمتر إذن المساحة ستكون بالمتر مربع إذن الجواب الصحيح هنا الجواب الذي يوجد في الوسط نمر إلى مساحة المستطيل إذن تعرفون القاعدة الحساب بساحة المستطيل مساحة المستطيل يساوي الطول مضروبة في العرض طول المستطيل بيو 99 متر وعرضه 39 متر إذن المساحة تساوي 99 متر في 39 متر تعطينا 3861 متر مربع إذن الجواب الصحيح هو الجواب الأول مساحة المستطيل يساوي 70 وعرضه 21 متر إذن نفس الشيء 70 ضرب 21 تعطينا 470 متر مربع إذن الجواب الصحيح هو الجواب الأخير هنا جيم مساحة البقعة الأرضية إذن هنا لدينا بقعة أرضية ونريد أن نحصل مساحةها إذن ليست لدينا قاعدة واضحة لحساب مساحة الشكل كهذا إذن لذلك قمنا بتجزئة هذه البقعة الأرضية إلى مربعات ومستطيلات لأننا نعرفه مسبقا القاعدة لحساب مساحة المربعات والمستطيلات إذن قمنا بحساب مسبق لمساحة A المربع ومساحة المستطيل B ومساحة المستطيل C إذن الآن كي نجد مساحة البقعة الأرضية نجمع مساحة A أحساب مساحة B زائد المساحة C إذن ألفين وأربعمائة وواحد مساحة A زائد مساحة B ألف تلسة آلات تمانمائة واحد وستون هنا زائد المساحة C ألف أربعمائة وسابعون متر مربعات وطينا سبات آلات سبات آلات سبات آلات واتنين وتلاتون متر مربعات نمر مباشرة إلى التمرين المشاط رقم اثنان السفرة تمانية وتسعون أيضا أحسب مساحة كل مستطيل لدينا المستطيل A المستطيل B المستطيل C إذن المستطيل A أتنا طوله 6 هكتومتر عرضه 2 هكتومتر إذن نطبق القاعدة المساحة تساوي الطول في العرض 6 في 2 تساوي 12 هكتومتر مربع لماذا الهكتومتر مربع؟ لأن الطول والعرض بالهكتومتر إذن المساحة ستكون بالهكتومتر مربع ننتقل إلى المستطيل B 25 كم طوله وعرضه 16 كم إذن القاعدة الطول المضربة في العرض 25 ضرب 16 ستعطينا 400 كم مربع نفس الشيء بالنسبة للمستطيل C الطول في العرض 23 في 10 ستعطينا 132 متر مربع ننتقل الآن إلى التمرين رقم 3 وحسب مساحة كل مربع بالكيلومتر مربع القاعدة لحساب مساحة المربع هي الضل مضربة في الضل لأن المربع لا تدده شيء يسمى بالطول أو العرض جميع أضلعه متقايزة إذن لا نتكلم هنا عن الطول أو العرض نقول فقط الضلع قياس دلعه ثلاثة إذن مساحته ستكون ثلاثة في ثلاثة تسعة كم مربع والمربع الآن قياس دلعه عشرة إذن مساحته عشرة في عشرة ستعطينا مئة كم مربع هنا المربع قياس دلعه 24 إذن 24 ستعطينا خمسمائة وستة وسبعون كيلومتر مربع نمر الآن إلى النشط رقم أربع القرص بمعنى هذا القرص الدائري الملون ليس المربع ب ولكن القرص الملون ببنفسج محصور بين المربعين الذي يوجد خارج القرص ثم المربع ب الموجود داخل القرص إذن سنقوم بحساب مساحة القرص وذلك بتعداد التربيعات الصحيحة فقط للمربع ب الموجود داخل القرص بمعنى المربع التي توجد بالكامل داخل القرص ثم للمربع الموجود خارج القرص إذن أولا نقوم بحساب مساحة المربع ب إذن مساحة المربع إذن هنا لدينا وحدة القياس هي تربيعة واحدة التي هي واحد سنتيمتر مربع إذن نقيس طول دل في المربع ب واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن أربعة في أربعة ستة عشر إذن مساحة المربع ب هو ستة عشر سنتيمتر مربع المربع ننتقل الآن إلى المربع طوله واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن طوله دلعه ستة ستة في ستة ستة وثلاثون إذن مساحته ستة وثلاثون هنا اعتمدنا هذه الطريقة لأنه لحد الآن لم ندرس طريقة حساب مساحة القرص لذلك اعتمدنا هذه الطريقة طريقة التأتي نمر الآن إلى التمارين رقم خمسة إذن هذا رسم لقطعة لقطعة أرضية إذن هنا نريد أن نحسب مساحة القطعة الأرضية هذه إذن هنا يجب أن نشير إلى أنه ليست هناك غاية معينة لحساب مساحة هكذا شكل لذلك قمنا بتجزئته على شكل مثلثات هكذا ومستطيلات لماذا؟ لاستغلال خاصية حساب مساحة مستطيل وهنا سوف نرى كيف نحسب مساحة المنلة إذن أولا مساحة هذا نقوم بحساب مساحة هذا الجزء الذي هو على شكل مستطيل تمانون طوله تمانون ضرب أربعة وأربعون عرضه أربعة وأربعون إذن تمانون ضرب أربعة وأربعون سوف تعطينا ثلاثة ألاف خمسمائة وعشرون متر مربع ننتقل إلى ما حساب مساحة هذا المثلث إذن هذا المثلث ليس لدينا قاعد الحساب بساحة المثلث إذن نحاوي أن نتمم هذا المثلث على هذا الشكل كي نحصل على مستطيل بهذا الشكل لو أضفنا هنا الجزء الملون بالأحمر نكون قد أتممنا مستطيل فهم وكي أحسن مساحة المستطيل الطول يسوي تمانون أضربه في العرض لأربعة وأربعون يعطينا مرة أخرى ثلاثة ألاف خمسمائة وعشرون والسؤال الآن كم يمثل هذا المثلث ملون بالأخضر بالنسبة لهذا المستطيل بأكمل طبعا يمثل النصف إذن حسبت مساحة المستطيل بأكمل أقسمها على إثنان كي تعطيني مساحة هذا المثلث ثلاثة ألاف خمسمائة وعشرون المساحة المستطيل بأكمل أقسمها على إثنان لأن هذا المثلث يمثل نيس في المستطيل كي أحصل على مساحة الجزء هذا الجزء فقط ألف سبعمائة وثلاثون متر مربع نفس الشيء كي نقوم بحساب مساحة هذا المثلث القائم الزاوية طبعا أتممه كي أحصل على المستطيل وأحسب مساحة هذا المستطيل الذي طوله أربعة وأربعون عرضه أربعة وعشرون إذن أربعة وأربعون ضرب أربع وعشرون يعطينا ألف وستة وخمسون متر مربع كي أحصل على مساحة المثلث الذي يمثل بطبيعة الحال نصف هذا المستطيل أقسم المساحة المستطيل على اتنين تعطينا 825 متر مربع مساحة هذا المثلث نفس الشيء هنا أتميم هذا المثلث كي أحصل على مستطيل أحصل مساحة هذا المستطيل 44 ضرب 24 ثم بعدها أقسم على اتنين كي أحصل على مساحة المثلث 8650 مساحة المستطيل مقسم على اتنين كي أحصل على مساحة المثلث حصلنا على 528 متر مربع الآن مساحة القطعة الأرضية كي أحسب مساحة هذه القطعة الأرضية أقوم بجمع المساحات التي قمت بحسابها فيما قبل مساحة هذا الشكل زائد مساحة هذا الشكل زائد مساحة هذا الشكل زائد مساحة هذا الشكل الآن ستعطينا 528 مساحة هذا المثلث زائد 528 مساحة هذا المثلث زائد 1760 مساحة هذا المثلث زائد مساحة المستطيل هي 3520 ستعطينا 6336 متر مربع نمر الآن إلى فقرة التذكر تحاولوا أن تقرأوا هذه الفقرة إذن هنا لدينا مساحة المستطيل والقاعدة الحساب مساحة المستطيل هي الطول مضربة في العرض الكبير بمعنى بالنسبة للمربع كنحسب مساحة المربع إذن لا نتحدث عن الطول والعرض لأن جميع أضعه متقايصة نتحدث فقط عن الضلع المربع إذن هنا لدينا مربع طول الضلع هي ثلاثة إذن نحساب مساحاته نتوب الضلع مضربة في الضلع ثلاثة مضربة في ثلاثة هنا وتسعة بالنسبة لحساب مساحات المثلث قائم الزاوية نحاول أن نتمم هذه المثلث القائم الزاوية كي نحصل على المستطيل لأننا نعرف مسبقا قاعدة حساب المستطيل الطول مضربة في العرض ولأن هذا المثلث يمثل الناس إذن أضرب الطول في العرض وبعدها أقسم على إثن كي أحصل على مساحة مثلث قائم الزاوية يجب أن يكون قائم الزاوية إذن هنا نضرب الطول في العرض نقسم على إثن كي أعطينا مساحة المثلث قائم الزاوية وأخيرا لديكم الواجب المنزلي أنجزوا الأنشطة 6789 الصفحة رقم 29 من كراسة الرياضيات هذه الأنشطة في المتنوى لكم تنجزونها في المنزل لديكم وإن شاء الله في الحسة المقبلة سوف نحاول أن نصحح هذه الأنشطة إذن هذا كل شيء بالنسبة لحسة اليوم أراكم في حسة المقبلة وإلى اللقاء شكرا شكرا